مجمل التساؤلات المطروحة حول مؤتمر سادر الذي استضافته باريس لدعم اقتصاد لبنان رد عليها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مبرزا أهمية هذا المؤتمر الدولي في زيادة النمو بعدما نتجت عنه قروض ميسرة وهيبات بقيمة 11 مليار ونصف مليار دولار نحن استقصدنا أن يكون في لجنة متابعة من بثقة من الدول والمنظمات التي حضرت سادر أموال مؤتمر سادر ستخصص لتنفيذ مشاريع تأهيل البنى التحتية بفوائد لا تتعدى 1.5% على أن يلتزم لبنان تخفيض العجز بنسبة 1% من الناتج على مدى 5 سنوات الدين العام الذي يتجاوز 80 مليار دولار لن يقف وبرأي رئيس الحكومة يتم كسر هذه الحلقة المفرغة بتطوير الاقتصاد من خلال مشاريع مؤتمر سادر ولكن تحقيق النتيجة المرجوة يبقى مرتبطا أيضا وبشكل أولي بتنفيذ رئيس الحكومة وعده بمكافحة الهدر والفساد ترتكز الرؤية الاقتصادية التي عرضت على مؤتمر سادر على اعتماد الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع حيوية كالكهرباء والمياه والطرقات ولكن خبراء يرون أن في تفاصيل التطبيق تحديات صعبة عندما تبدأ عملية الخصخصة في مصالح كبيرة بدأت النهار لقوة اجتماعية ولفئة ربما من رجال الأعمال وفي مصالح جديدة بدأت إنشاء لقوة جديدة وهذه تشوفي إذا السلطات التشريعية والتنفيذية بإدارة لها العملية قادرة أن تبقي على اللحمة لتطلبها عن نوع من الأصلحات البدء بتنفيذ المشاريع لن يحصل قبل بداية العام المقبل علما أن كل مشروع قرد سيحتاج إلى موافقة البرلمان مع ما يعنيه ذلك من توافق سياسي عام يحتاج بدوره إلى مناخ إقليمي معقول كي يستمر كلودي أبي حناء الغد بيروت ترجمة نانسي قنقر